بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حل بعض أسئلة الاختبارات على الوحدة الرابعة التي كانت تتحدث عن الاشتقاق العددي وعن التكامل العددي لنأخذ المثال التالي جاي في اختبار عليه 10 درجات for some function if we give the following table data y يساوي fx إسألتك اللي داي التالي التجربية المعطابة الجدول التالي عم قولي أول طلب approximate تكامل 0 إلى 6 using triposital rule استخدم طريقة أشباه المنحرفات طبعا أنا الحالي بأقول هذا هو y0 هذا هو y1 هذا وي2 وي3 وي4 وي5 وي6 أشباه المنحرفات إذا بتذكروا كان التكامل يساوي إلى x على 2 ما الواي صفر والواي إن تظهر مرة واحدة فقط أما البقية فيظهر مرتين إذا فاتنين وي1 زائد وي2 زائد وي3 زائد وي4 زائد وي5 إذن هذا هو الدستور الاش طب من أين نأتي في الاش الاش إنه هو حاصل طرح أي خطوتين متتاليتين أو يمكن أن تحسبه من الدستور هو البي نائس الاي على الان والان هنا 6 ويساوي إلى الاش هو واحد يا بقول واحد راح صفر هو واحد اتنين راح واحد واحد وواحد ثلاثة راح اتنين هو واحد اربعة راح ثلاثة هو واحد خمس راح هو إذن يا حاصل طرح أي عقدة متتاليت أو وفق الدستور التالي إذن علمت الاش والوايات معلومة كلها إذن ما علي غير أن أعوض فنحصل على المطلوب إذن وبتالي نحصل على هذه القيمة إذن هذا مثال أو سؤال اختبار لنأخذ سؤال آخر إذن باستخدام طريقة شبه المحلف احسب قيمة التكامل هات ويز أش يساوي النصف إذن هذا هو الطلاب الأول إذن احسب قيمة التكامل ويز أش يساوي إلى النصف طبعا هنا ما هو عطين الجدول إيش برحب أسوي البداية هي الصفر طبعا بعدها صفر زائد أش صفر زائد أش صفر زائد نصف هي نصف الآن نصف زائد أش نصف زائد نصف هي واحد واحد زائد نصف هي واحد ونصف واحد نصف زائد نصف هي اثنين اثنين زائد نصف نين ونصف نين ونصف زائد نصف هي ثلاثة إذن هذا هو الأي وهذا هو البي إذن هكذا طبعا الان بسهولة ممكن أحصل عليها لما بنعرف الاش وبنعرف الاي والبي الان دستورة هو بي ناقص اي على أش البي معروفة هي ثلاثة والأي معروفة هي صفر والأش معروفة هي نصف نصف إما أكتبه 0.5 أو أكتبه 1 على 2 طبعا البسط هو 3 والمقام القريب في القريب مقامه البعيد في البعيد بسط وبالتالي يساوي إلى 6 إذن فعندي هون Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 وهذه هي Y6 الآن بأي طريقة بطريقة شبنون حليف فإذن الأولى والأخيرة تظهر مرة واحدة والباقي مضروب 2 مجموعين مضروبين 2 وبره مضروب 2 إذن هذا هو الدستور نحسبه فنحصل على الطلب الأول الطلب الثاني He has compared the results مع the exact solution given that إذن قارن النتيجة مع القيمة طبعا هنا لأنه ما بعرف أكامله أو ناسي كيفية أكامله فعيطيني تكامل هذه الآن هذا تكامله غير محدد أنا أريد التكامل محدد فإش برحب أقول لها إن التكامل من الصفر إلى ثلاثة إلى إكس تكعي زائد إي أس 2 إيكس بي دي إكس إن هذا التكامل حسب ما عندي هو ربع إكس أربعة زائد نصف إي أس 2 إيكس ونضعه هنا بين الصفر والثلاثة إذن طبعا هنا السابت ما في داعي تحطه تريد تحطه حطه إذن عندما تضع تكامل محدد لا داعي أن تضع داخل قيمة السابت الآن نعوض بالقيمة العليا أولا ثم نعوض بالقيمة الدنيا إذن يعني هذا الربع ثلاثة أس أربعة زائد نصف إي أس 2 في 3 ستة 2 في 3 ستة إذن هيا عوضنا في القيمة العليا لنعوض نائس إذن هذه أولا نعوض بالقيمة السفلة صفر أس أربعة صفر ضرب هاي إذن هذا صفر زائد نصف صفر ضرب 2 صفر إي أس صفر واحد إذن نصف هذه نصف إذن وهذا نجمع هذا بالآلة حسب مع هذا فبتطلع معنا القيمة التامة إذن تساوي إلى القيمة التامة الآن منطرح القيمة التامة من القيمة التقريبية فنحصل على الخطأ إذن هذا هو الخطأ أو المقارنة بيناتهم إذن حصلنا على هذه ولو عوضنا لحصلنا على القيمة التامة إذن هذا سيكون عبارة عن 2 2 1 فاصلة 4 6 44 إذن وبالتالي فإنني سأحصل على هذه القيمة طبعا بسمسم حصلت على هذه نطرح من بعض فنحصل على القيمة الطبيعية إذن هذا بكل بساطة إذن هذا النوع من الأسئلة دائما بيعطيك بإلا قارن مع القيمة الحقيقية ماذا تعني يعني معناها تكامل هذا احسب قيمته ثم احسب قيمته بشكل تكامل محدد يعني عوض أولا في العلوي القيمة العلوية ثم في القيمة السفلية طلع قيمته الحقيقية اطرح القيمة الحقيقية من القيمة اللي طلعت معك بالطريقة فتحصل على عملية المقارنة أو الخطأ المرتكر ممكن ناخد مثال آخر يوزينك سيمسون تلت رول تو افاليويت تكامل ويز ستيب سايز ربع إذن عم بقلي احسب بطريقة سيمسون واحد على ثلاثة قيمة التكامل حيث الاش يساوي طبعا أول شي لازم نعرف كم هي عدد الفترات فالن هي عبارة عن ب نائس ال a هذه هي ال b هذه هي ال a على الاش الاش اللي هي عبارة عن صفر فاصل عشرين خمسة وعشرين إذا عملت بطلع معها يساوي إلى ستة الآن إذا معنات الان ستة إذا معنات ببدأ بالصفر صفر أول واحدة صفر بعد القيمة التانية صفر زائد اش طبعا دائما هو أبدا ال a اكس واحد هي عبارة عن اكس صفر زائد اش ال a اكس اتنين هي اكس واحد زائد اش ال a اكس اتلاتة هي اكس اتنين زائد اش وبالتالي نحصل على كل هذه القيمة الآن من أين أأتي بال ويات الآن الصفر بعوضه في ال وي ال وي من هي ال وي هي عبارة عن اي السالب ايكس بلوغارتم واحد زائد ايكس اذا فلو تينا لهون عوضنا ال a اكس بصفر فنعرى ان لوغارتم واحد زائد صفر يساول واحد لوغارتم واحد هو صفر ضرب ايش من كان هو صفر اذا فنحصل على القيمة الاولى لوغارتم الآن نعوض نعوض ال ايكس بصفر فاصل اي السالب صفر فاصل خمس وعشر بلوغارتم واحد زائد صفر فاصل خمس وعشر طبعا بالآله اللي حاسبة بنحسبه وهكذا بالنسبة ببقية القيم فتحصل على الجدول الآن كما فعلت دائما برقمه بعطي وي صفر وي واحد وي اثنين وي ثلاثة وي أربعة وي خمسة وي ستة إذن هنا عندي ست قيم إذن فالدستور بقال لي أشعر ثلاثة أول قيمة وآخر قيمة في كل الطرق تظهر مرة واحد إذن وي صفر زائد وي ستة هنا الأربعة مضربيات بالفردية يعني وي واحد زائد وي ثلاثة زائد وي خمسة مضربيين بالأربعة الزوجيات هن وي اثنين وي اربعة مضربيين بالتنين ما علي غير لأنه عوض في هذه القيمة فأحصل على قيمة التكامل بكل بساطة إذن هذا كان سؤال اختبار على أربعة درجات ممكن أن أخذ سؤال اختبار آخر وهو من الأسئلة التي تعتمد على فقرات سابقة إذن هو سؤال جدا نهام إذن من أجل الدالة التجربية المعطى بالشكل التالي يريدك أولا Find the forward finite difference formula table إذن أو وجد جدول الفروق الأمامية لأدى للتجربية التالية لإيجاد الفروق الأمامية كما فعلنا سابقا دائما وابدا ممكننا نقول نطرح الفروق الأمامية هذا نائس هذا نائس هذا نائس هذا نائس هذا نائس فنحصى على الفرق الأمامي من مرتبة الأولى ثم 1 راح 5 إذن ستكون 6 19 راح 1 18 49 راح 19 30 91 راح 49 42 45 راح 51 54 الآن بعد 18 راح 6 12 30 راح 18 12 42 راح 18 12 54 12 12 الآن هذا راح 0 هذا راح 0 هذا راح 0 0 0 0 0 0 0 إذن فنحصل على الجدول وعلى حساب الجدول 4 درجات في سننة التصحية إذن هذه عليها 4 درجات الآن الطلب الثاني Find the Newton Forward Finite Difference Formal أو وجد كثيرة حدود الاستفاء لنيوتن طبعا نحن نعرف كثيرة حدود الاستفاء لنيوتن تعطى بالشكل التالي بي أكس وي وي صفر زائد إكس ناس إكس صفر ب 1 على أش بالفرق الأمام الأول زائد 1 على 2 العامل ب أش تربيع ب إكس ناس إكس واحد بالفرق الأمام الثاني زائد فرق الأمام الثالث على 3 عامل بأشتك عيب إكس ناس إكس صفر إكس 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 الثاني ما علينا إلا أن نعوض بدل إكس صفر والإكس واحد والإكس إكس 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 الأمام طبعا نحن بجدول الفرق الأمام أن نأخذ هذا السطر هذا ومنعوض هنا فنحصل على كسيرة الحدود وهذا الطلب عليه درجتين درجة على الدستور ودرجة على التعويض الآن قارن بالإكس يساوي الستة مع المشتقة الأولى طبعا نحن بزمانه أخذنا في الشريحة الأولى الاشتقاق بطريقة الفروق الأمامية ممكن نستخدم الفروق طبعا وعطيت دساتير عندما نعوض في الإكس صفر في البداية في الفروق الخلفية دائما بدلا ما ناخد السطر الأولى ناخد السطر الأخير في الفروق الخلفية إذن ناخد هذه القيمة إذن هذه الستة إذن فيريد أن تحسب عندها الإكس يساوي الستة طبعا الاش واضح أنها تساوي الواحد والإنت يساوي الستة الدستور يعطى بالشكل التالي واحد على اش نبل وي ستة زائد واحد اش نبل تربيع وي ستة زائد واحد على ثلاث نبل تكعيب وي ستة نعوض هذه القيم بالجدول هذه وهذه وهذه فنحصل على القيم المطلوبة فنحصل على القيم المطلوبة طبعا على الدستور الدرجة وعلى الجواب درجة أخرى طبعا هذا تذكرة في حالة الفروق الأمامية ما هو الدستور في حالة الفروق الخلفية يصبح الدستور من هذا الشكل بدل الفرق أمامي منحط فرق خلفي في الفروق الأمامية أننا مناخد أول قيمة X0 في الفروق الخلفية مناخد آخر قيمة اللي هي الستة الآن طلب رابع approximate تكامل using triposidal rule قرب التكامل بستخدام triposidal إذن ببساطة ما هو دستور triposidal بيقول ل TN أو T6 إش يساوي يساوي X على 2 Y0 و Y6 تظهران مرة واحدة زائد 2 Y1 زائد Y2 زائد Y3 زائد Y4 زائد Y5 ما علي إلا أن أأتي بقيم هذه الوايات كلها والX معروف لألي أأتي وأعوض فيهم فأحصل على المطلوب إذن هذا سؤال أيضا ممكن أن أستعرض السؤال الاختبار التالي given the data إذن لتكون الدال للمعطاء بالشكل الجدولي بده أوجد بطريقة سمسم 1 على 3 قيمة التكامل طبعا نحتاج هنا إلى الاش تريد تطلع الاش أن من الدستور B نائس A على N الB هي معروفة هي 2 والA هي 0 والN إذا أعطنا هي Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 الN هي 6 إذن وبالتالي نحصل على 2 على 6 يعني 1 على 3 إذن يعني هذه 2 على 6 يعني 1 على 3 2 هذه 2 أم 3 هذه 3 إذن هذه 3 وليس 2 إذن معناها هذه 3 على 6 هي النصف وبالتالي يعني يساوي إلى 0.5 إذن الH هي النصف طبعا من هنا إما أن أعوضها في الدستور وإما أن أقول حاصل طرح أي عقدين متتاليات هي الH يعني نصف راح 0 هي نصف 1 راح نصف هي نصف 1 ونصف راح نصف هي نصف 2 راح 1 ونصف الآن البقية الفرديات مضربين بأربعة من هما الفردية 1 3 5 إذن Y 1 زائد Y 3 زائد Y 5 مضربين بأربعة والزوجيات من هما الزوجيات 2 و4 مضربين 2 إذن Y 2 زائد Y 4 إذن نعوض الوايات في هذا الدستور فنحصل على إذن هو أشعل 3 Y 0 زائد Y 6 2 مضربين بزوجيات و4 مضربين بالفرديات على الدستور كان هناك درجتين نعوض وعلى التعويض درجة واحدة فقط إذن ناخد مثال آخر Using Simpsons 3 Evaluate قيمة التكامل التالي With H 0.5 إذن يعطيني H لكن ما عندي الجدول ماذا أفعل بروح بقول له ما هي ال N ال N هي عبارة عن B نائس A على H الآن نعوض ال H وال B هي 3 وال A هي 1 إذن إذا عوض نفع حصلنا على N 8 إذن معنات 1 الحد اللي بعد طبعا X 1 هي عبارة عن X 0 زائد H X 2 هي X 1 زائد H X 3 هي عبارة X 2 زائد H وهكذا إذن لو جمعنا حصلنا على X الآن لإيجاد ال Y ما علينا إلا أن نقول Y هي الجزر لX تكعيب زائد لغارة من X لو عوض هم بال1 لغارة من 1 0 وال1 للتكعيب هو 1 1 زائد 0 هو 1 جزر ال 1 هو 1 الآن نعوض نعوض أيضا 1 25 1 25 للتكعيب زائد لغارة من 1 25 بالآلة اللي حاسبة ثم نتزله نحصل على هذه القيمة وأنه تابع بنفس الشكل بنسبة البقية الآن حصلنا على Y 0 Y 1 Y 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 الدستور Simpsons 3 الأولى والأخيرة المضروبين بأربعة هن الفرديات يعني Y1 زائد Y3 زائد Y5 زائد Y7 هذول مضروبين بأربعة المضروبين بأثنين هما الزوجيات Y2 Y4 Y6 مضروبين بأثنين ما علي غير أنه عوض القيم فأحصل على قيمة هذا التكامل بكل بساطة وممكن أيضا أن نأخذ مثال على الدوال على اشتقاق الدوال اللي تكون لدي الدالة معطاب الجدول التالي المطلوب أو وجد بـ divided difference إذن هنا عم بيقل لي الفروق المقسومة لم يحدد لي هل هي أمامية هل هي خلفية هل هي مركزية لكل تمرين إذن هنا F فتحة بالصفر F فتحة بالثلاثة وبدو F فتحتين في الواحد ونص نروح نقول له الصفر الصفر يقع في بداية الفترة طبعا أنا فترتي هي صفر نص واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة إذن صفر واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة إذن معناته هاي الصفر يقع هنا دائما في بداية الفترة أن الـ backward ما بتصير ولا central ما بتصير غير الـ forward إذن وبالتالي ما هي الـ forward إذن F فتحة في الصفر ما هو إلا F بالصفر زائد H إذن F بالصفر زائد H نائس F بالصفر على H إذن هذا هو دستورة وبهذه نتحسب على F صفر زائد H والH عطين إياها هي طبعا هون الـ H ما هي معروفة نحسن طلع حاصل طلع أي عقد متتاليات واضح إنه الـ H هي نصف لأنه نصف راح صفر هي نصف أو واحد راح نصف هي نصف واحد ونصف راح واحد هي نصف إذن معناته الـ H هي نصف عبارة عن نصف حسن هذه نصف صفر زائد نصف هي نصف و F هي خمسة نائس F الصفر معطية لألي هي 4.2 الآن نعوض في هذه العلاقة فحصلنا على الـ 1.6 الآن نأتي إلى الثلاثة طبعا الثلاثة في نهاية الفترة في نهاية الفترة قلنا لا الـ Central ولا الـ Forward ما في عندي غير الـ Backward ليش لأن الـ Forward بتوديك للأدام الـ Central بتدى قيمة من الأمام إذن وبالتالي ما في غير الـ Forward إذن معناته F فتحة في الـ 3 ما هي إلا F الـ 3 ناقص F الـ 3 ناقص H على H ويساوي إلى F الـ 3 معلومة عندي هي عبارة عن 3.1 ناقص 3 ناقص H 3 رق H هي 2.5 وF 2.5 هي 2.1 على H H هي عبارة عن نصف لو قسمنا لحصلنا على القيمة الـ 2 الآن نفس المشتقة الثانية في الواحد ونص الواحد ونص هنا ما هي دستور المشتقة الثانية المشتقة الثانية في الواحد ونص دستور هي عبارة عن F الواحد ونص زائد H زائد H ناقص 2 F الواحد ونص زائد F الواحد ونص ناقص H ناقص H على H للتربيع على H للتربيع إذا نعوض طبعا 1.5 زائد نص هي 2 1.3 F الواحد ونص معلومة لقلية 2.1 F الواحد ونص هي 1.2 هي 1.2 و الواحد ونص راح نص هي واحد و F الواحد معلومة هي 3.2 الآن عوضنا في هذه القيم فنحصل على قيمة المشتقة الثانية بكل بساطة إذا هذا كان سؤال اختبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته